السؤال اللي بعد كده أنا يا دكتورة دايما الناس بتقول علي الطاقة الإيجابية بتاعتهم ده ممتاز جدا عايز أقولك بحب جدا أفرح اللي قدامي ده أنت شخصية عسل وبحبش أشوفي اتنين زعلانين الله الناس دي لو جترت في الدنيا تبقى ممتازة على فكرة وبحبش شوفي اتنين زعلانين من بعضه لازم أصلح بينهم أي حد حابب مساعدة معنوية بابا أنا أول وحدة مع إن أنا نفسي محتاجة لمساعدة المعنوية يا توتو ماشي وده للأسف بيخلي الناس الوحشة تستغليني أكتر فئة يعني مصدومة في الكون وإن ده طبيعي وحاولت أغيره معرفتش نفسي ما حسش إن أنا حد يستغليني لإني بقرأ الإحساس ده وبقرأ نفسي بعد كل الخزان اللي بتحط فيه ده أنت عسولة وجميلة واسمعي يعني بصي من خلتك وطنتك هالة اللي أنا أنا هقول أولا أجمل شخصيات في الكون هي الشخصية الجميلة دي الشخصية المعتاقة جبية اللي بتراعي من مشاعر الناس لكن للأسف دول أكتر ناس يعني مدهوس حقهم في الكون ده ليه؟ بتراعي الناس ومحاش بيرعيه محاش تعمل أه كأنه حق مكتسب أه ما أنت عملت كأه لا ده هي عاملة كده كرمة إلك يعني وعملة كده يعني حبا فيكم وعملة كده عشان ما تزعلكوش تجون تتحطوا عليها فتلاقي هي متراعي قوي وقت تعبها وقت احتياجها محاش حواليها ألوم تلاقيها الوحديها وما لا فيه أي حاجة ولا طب وبعد ايه؟ الشخصية الجميلة اللي زي دي تتحب ما تبقى في مكان تجيب بصه تجيب أفضل أنواع البهجة في قلب القعدة طب الناس بتستغلها أه ما هي دي الكارسي إزاي نعرف جعل حلقة الردود والناس ما تستغلينيش وانا طيب في الزمان ده لأ طيب وحش ولا حلو رجع للحلقات دي قريبا في 2020 بتعمل ايه؟ اتعلمي تقولي كلمة لأ مش مناسبني لأ دايق زيني لأ لو سمحتوا الطريقة اللي انت بتكلميني فيها دي أنا بحبهاش اللي مش تحاب عادية خيبة رزلة لا 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 بحبش حدي يتعدى في الكلام وانت وشك مبتسم بحلقة زي الفل أحط حدود ووقف اللي قدامي عند حده لا 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 ما تتعداش علي في الكلام ولا تعد علي في اللفظ ساعات بيبقى ناس كبيرة في السن وناس صغيرة وتعمل وتتكبر لا ايه؟ لا سعب بالأدب وبالزق وبالاحترام وكل واحد هو اللي قدرس زي يوقف اللي قدامه عند حده بالزق والأدب والاحترام فتقولي أنا أرفض التعامل بالشكل لا أرفض اللفظ اللي تقام مع أصحاب في البيت مع أخواتك مع أي حد كبير زغار طالما مؤدبة لا معلش جدي ولا عام معلش أنا حبيل مش بحب الألفاظ أو الشتام والكلام ده فأنا محبش حد يقول كده قدامه تجي بقى تتجوزي وتلاقي بقى في بيت عيلة أقولك أصوم بيشتموا عادو بيعملوا لا 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 فأنت متعودة هون من أول صحبة الصحاب بتدير الديقة والأبعد فالأبعد فالأبعد فتعلمي تقولي كلمة لا وتعلمي تقولي يا جماعة قد القطر ده الإطار الشكل اللي أنا أحب أن تتعاملوني بي زي ما أنا بعملكوا بالشكل فلن أنا بطلب تعملوني بواحد اتنين تقولي وعبري عن احتياجك وقفي وتفعي الأزم لكن أنت شخصية تحف أنا لو رسمتك تعالي بصي أنت عارفة أنا الشخصية الجامعة دول أبحب أتعمل مع الناس دي ليه قلوب وهي فعلا كده تعارفين الشخصية دي لو حاولنا نرسمها تبقى إيه أحاول تجلكوا على الشاشة كده بس يا رب أنا أعرف أرسم عشان أنا أبعرفش أرسم ده هو بصوا تبقى إزاي قلب 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 جميل أهو شايفين قلب قلب بقى كله قلوب جميلة كده مورود ما بتعرفش الخبز ما بتعرفش تعمل وردة هو ده فالشخصية القلب دي تتحطى على الراس واللي عنده زوجة بنت أخت أم صاحبة بالشكل ده لو عندك حد كده ما تفردش فيه حد زي الفور قلب الله سبحانه وتعالى يتم عليك قلبك الجميل يا رب وما تتأثرش وخليك طيبة يقولك الطيبين وحش في الزمان ده وزمن الطيبة انتهى لا الناس الجميلة ومش معنى ان فيه أذى ملموس ان ما فيش أذى محسوس ده كلامك وإهمالك هو الأذى المحسوس تخلي بالنا عشان تفضل جميلة كده تفضل بعشرتها حلوة وقعدتها حلوة عند الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا صاحبة السؤال ترجمة نانسي قنقر